اهلا بكم إلى حلقة جديدة من المساء اليمني تحرك دكي قام به محافظ تعز راميا بالكرة في ملعب الحوثين هذه المرة توجه المحافظ ومعه عبد الكريم شيبان رئيس الفريق الحكومي في ملف فك طرق تعز وقاموا بفتح منفذ عقبة منيف من جانب واحد ودعوا الخوثيين القيام بالمثل هذا المنفذ مرتبط بطريق جولة القصر الحوبان أحد أهم الطرقات التي تربط تعز بالمحافظات الأخرى وربما هي الطريق الأهم للمدينة الخوثيون كانوا قد استبقوا هذه الخطوة وأعلنوا فتح طريق الخمسين الستين وكذا طريق حيفان طور الباحة متجاهلين طريق جولة القصر الحوبان على رغم من أن الطرق الرئيسية معروفة ويعرفها جميع المواطنين الذين يستفيدون منها متنقلين بين المحافظات إلا أن الحوثيين يرفضون فتحها ويلجعون لاستحداث طرق ترابية وعرة بديلة المسالة لا تتعلق بطرق مأرب وتعز هناك أيضا طريق مأرب البيضاء وطريق الضالع والحديدة محافظاتنا أصبحت مقطعة الأوصال بسبب قطع طرقها من قبل الخوثيين وزرعها بالألغام ليصعب على المواطنين سخدامها مرة أخرى فما السبب؟ ما الذي يستفيد الخوثيون من قطع الطرقات وفصل المحافظات؟ هل هناك ميزة استراتيجية أو عسكرية؟ وهل هذه الجوانب بنسبة لهم أهم من الجوانب الإنسانية؟ إلى أي مدى يمكن أن تتواصل الأصوات الشعبية لإجبال الخوثيين على فتح الطرقات؟ ولماذا يتهم الخوثيون خصومهم باستغلال هذا الملف لهذا التوقيت بالذات؟ ما الذي يمثله هذا التوقيت بالنسبة للشراية والخوثيين؟ مشاهدين قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة دعونا في البداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود طرق تعز المغلقة تحولت اليوم إلى عنوان لكل أفاق السلام المزدودة وشاهد حي على الحصار آلة القتل البطيء وأكثر أدوات المعارك ضراوة في الحرب ندعو الحوثيين إلى التفاعل بفتح طريق فرز الصنعة دولة القصر الحوبان مؤخرا دعا محافظ تعز لفتح الطرق المغلقة بسبب الحرب الدائرة منذ تسع سنوات وبدأت السلطة المحلية برفع الحواجز العسكرية والمخلفات من الطرق المغلقة لتفتح بابا للأمل لكنها آمال سرعان ما خيبها الحوثيون استقبل الحوثيون مبادرة المحافظ فذهب إعلامهم للحديث عن مبادرة عبر فتح طريق آخر وهي طريق فرعية تبدأ من شارع الستين وتنتهي بتلال يسيطر عليها الجيش الوطني في معسكر الدفاع الجوي يقول مراقبون إن مبادرات الحوثي هي مقترحات غير واقعية ويستغلها إعلاميا لتمرير أوراق عسكرية بفتح طرق غير سالكة وملغومة وفي أقرب مشكلة سيذهب الناس ضحية هذه الإشكالات طريق الحوبان الرئيسية التي تفصل شطري المدينة يقطعها المسافر خلال دقائق معتودة وتربط تعز بعدا وإب وبقية المحافظات لكن لا يزال قناصة ميليشي الحوثي يستهدفون المارة والعابرين فيها ويجبرونهم على اتخاذ طرق جبلية وعرة تأخذ منهم أكثر من عشر ساعات تسع سنوات وميليشي الحوثي تمنع صول السلع والمساعدات الإنسانية إلى سكانها فيضطر السكان لاتخاذ طرق تعرض حياتهم للخطر سبق وأن ذهب الحوثيون للمراوغة من خلال مبادرة مشابهة ورفضوا فتح الطريق الدولي الرئيسي بين مأرب وصنعاء من جانبهم واليوم يكرلون تجربتهم في إفشال مفاوضات الطرق تعز بتقديم مقترحات أخرى والحديث عن تفاوض وطرق بديلة من أجل الالتفاف على مطالب الناس بفتح الطرقات كان نشطاء والسياسيون قد أطلقوا مناشدات لفتح الطرقات بين المدن والمحافظات اليمنية المقطوعة منذ سنوات الحرب ولكنها حتى اللحظة تصطدم باشتراطات الميليشيا واقتراحاتها لطرق تخضع لسيطرتها ولا تحل المشكلة بشكل فعلي يعاني مئات الآلاف من السكان والمسافرين من مخاطر الجمة في الطرقات غير الرئيسية ولقي المئات مسرعهم خلال تنقلهم والسفرهم في الطرقات الفرعية وغير المحبدة وتحرك هذا الملف أو توقفه يعطي إشارة واضحة عن مسارات السلام في البلد أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام للإجابة عن هذه الأسئلة نرحب في البداية بضيفنا من مأرب عبر الأقمار على الصناعية رئيس مجلس مقاومتنا سيد زيد الشليف أهلا وسهلا بك معنا سيد زيد أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بك سيد زيد ربما أغلب المواطنين الآن خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يفتحون شاشات التلفزيون ويتصفحون الإنترنت بانتظار خبر يفرحهم ويدخل السعادة إلى قلوبهم بأن طرقا تصلهم بمحافظات يسعون إلى الذهاب إليها قد فتحت هل من جديد في هذا الملف خاصة فيما يتعلق بطرق مأرب صنعاء أولا تحياتي لك والمشاهدين الكرام جميعا يجب أن يعلم أبناء الشعب اليمني أن من يقطع الطرق ومن يحاصر أبناء الشعب اليمني سواء في أقواتهم أو في طرقهم أو في منازلهم أو في مدنهم أو في قراءهم هي ميليشيات الحوثي لم نعحد في اليمن أن قطع الطريق ولا لقوم الطريق إلا منذ أن أتت هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية التي تتلذذ بمعاناة اليمنيين لذلك الحديث اليوم عن فتح الطرق ورمي الكرة في ملعب الحوثي الكرة كانت منذ الوهلة الأولام الرمية في ملعب الحوثي وهو من يرفض ومن يماطل في فتح الطرقات الشرعية أبدت استعدادها منذ أول يوم في الحرب وكل سنة وكل مبادرة وكل زيارة للأمم المتحدة أو للوسطاء محليين وأقليمين ودوليين يبدو استعدادهم لفتح الطرقات لأن الشرعيات يهمها رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني ولم تغلق الطريق من ناحية الشرعية في أي محافظة من المحافظات الطريق مفتوحة دائما وكنا نبلغ المواطنين أنه بإمكانهم أن يسافروا في الطرقات الرئيسية المفتوحة باتجاه صنعة أو باتجاه تعز بجميع الاتجاهات الطرق من جانب الشرعية المفتوحة من يمانع ومن يرفض كانت ميليشيات الحوثية وما زالت اليوم الهروب إلى فتح خطوط فرعية أو خطوط ليست رئيسية الخطوط الرئيسية معروفة ويعرفها اليمنيون جميعا الهروب من فتح هذه الخطوط واللجوء إلى فتح خطوط فرعية ليس إلا ترحيل معاناة الشعب اليمني ونقل المعاناة من بعض الطرق إلى طرق أخرى والموافقة على هذه الطرق البديلة يعني استمرار المعاناة لذلك ليس أمام الشعب اليمني من خيار إلا أن يضغط على هذه الميليشيات الإرهابية الإجرامية أن تفتح الخطوط الرئيسية المعروفة التي تتنقل فيها الناقلات الكبيرة والحافلات والمواطنين بسياراتهم في أمن وأمان واستقرار خاصة عندما نتحدث عن طريق تعز صنعاء الطريق الرئيسي الذي يتهرب الحوثي من فتحه ويذهب إلى فتحة خطوط فرعية نفس القضية في معرب الشرعية أبدت استعدادها قبل سنتين وقبل ذلك حتى في تصريح تلفزيوني للواء سلطان العرادة نائب إسويس القائد الرئاسي أننا جاهزون لفتح الخطوط حتى من يوم غدا وليس هناك من مبرر الاستمرار لخطوط مقلقة أمام المواطنين ليذهبوا إلى خطوط صحراوية أو خطوط جبلية ويعانوا الويلات يعانون الموت يعانون التقطعات يعانون الخراب سياراتهم ووسائل نقلهم في هذه الطرقات الوعرة ميليشيات الحوثي هي التي ما زالت حتى اليوم ترفض وتهرب اليوم من هذا الاستحقاق المشروع لأبناء الشعب اليمني لتلفت الأنظار عن فتح الخطوط الرئيسية وتسعى لفتح خطوط هانوية نحن معا أن تفتح جميع الخطوط لكن أن تفتح خطوط فرعية المعاناة فيها ربما تشبه المعاناة القائمة حاليا ويتم تجنب الحديث على الطرق الرئيسية فهذا كلام لا يمكن أن يقبل بأحد طيب جماعة الحوثي بالمقابل تتهم خصومها بأنهم يستغلون هذا الملف بهذا التوقيت بالذات هل هناك معنى لهذا التوقيت بالنسبة للشرعية والحوثيين في نفس الوقت كما ذكرت لك ليس لنا توقيت معين في فتح الخطوط نحن أعلننا دائما وتكلمنا دائما وبإمكان المواطن وبإمكان القنوات وبإمكان جميع وسائل الإعلام أن تتابع المقابلات سواء القيادة الشرعية أو القيادة المقاومة أو القيادة الجيش الوطني دائما ما أبدأ استعدادهم بل ونحن حريصون دائما ونحن من يبادر دائما إلى فتح الخطوط لأن معركتنا في الأساسية معركة استعادة كرامة حرية المواطن اليمني ومن أهم كرامات المواطن وحريته هي حرية في التنقل في خطوط سهلة ومريحة له في السفارة والتنقل لكن ما أقصد هنا سيد زيد هل يريد الحوثيون معالجة هذا الملف حزمة واحدة مع الملفات الأخرى من ضمنها تبادل الأسرة وصرف الرواتب وما إلى ذلك ضمن خارطة الطريقة الأممية التي يتم النقاش حولها والحديث عن متى سيتم توقيع لا يريدون حالة الملف هم يريدون التهرب من هذا الاستحقاك وحتى لو تكلمنا عن حالة جميع الملفات في آن واحد فالحوثيون هم من يعرقل مسألة تبادل الأسراء الكل بالكل وهم من يعرقل مسألة دفع الرواتب والاستحقاكات لأبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم لأنهم أرادوا أن تدفع هذه الرواتب من قبل الميليشيات الحوثية وهي من تشرف على دفع هذه الرواتب وهي غير مأمولة الجانب هي من تأكل رواتب أبناء الشعب اليمني إلى اليوم تسع سنوات لا يمكن أن نثق بها في أن تدفع إلى أيديهم رواتب أبناء الشعب اليمني الذي يعانون اليوم في مناطق سيطرة الحوثي جميع الويلات وملف الأسراء كذلك هم من يرفض الشرعية أبدأ استعدادها وحتى اليوم في مبادلة الأسراء الكل بالكل وفي كل الوسائل وفي كل اللقاءات وفي كل المؤتمرات نتكلم دائما عن استعداد تام وكامل لتبادل الأسراء الكل بالكل وتصفية السجون من أبناء اليمن ونحن نخرج المقاتلين الذين يتم أسرهم من الجبهات مقابل إخراج طلاب يتم سجنهم واعتقالهم في جامعاتهم وفي مقراتهم وفي منازلهم في صنعها ورغم ذلك نقول من أجل رفع المعاناة على الواطن اليمني نحن جاهزون ومستعدون لأي خيار ولأي عمل فيه رفع المعاناة الواطن لكن إذا تكلمنا عن جميع الملفات في آن واحد فإن من يعرق لهذا الصفقة التي ينتظرها الشعب اليمني وننتظرها جميعا هي ميليشيات الحوثي التي لا تريد مصر هذا الشعب اليمني ولا تريد استقرار لهذا الشعب لأن استقرار الوضع لأبناء الشعب اليمني سيعجل بزوال هذه الميليشيات وسيعجل بانتهام شروعها لكن هل تعتقد بأن أصوات اليمنين الآن وخاصة تلك التي بدأت ارتفع بشكل كبير مطالبة بفتح الطرقات ستجبر الحوثيين للإنصيع لهم ويقوموا بالتالي بفتح هذه الطرقات ميليشيات الحوثي لم تستجب يوما لأصوات المواطنين اليمنين إلا في حالة واحدة إذا عرفت أنها بهذا الموقف ستسجل موقفا لتكسب رأي عام أو لتكسب جماهي ربما تعمله ولكنه ليس حرصا على مصرحات المواطن ولذلك دائما ما نلحظ مزايدات إعلامية وكذب وتزوير وتزييف على المواطن اليمني خاصة فيما يتعلق بالطرق نحن قلنا للمواطن اليمني وهذا نداء كذلك الآن أكرره من خلال قناتكم لجميع المشاهدين ولكل المواطنين اليمني أنه بإمكانهم غدا أن يسافروا من خطوط الشرعية باتجاه المدن التي يريدها ونحن نعرف من يعرقل عندما ظهر قبل ثلاثة أيام مقطع فيديو قصير لأحد المواطنين وهو يوثق نقطة الحوثي في مفرق الجوف ويتمنعهم من المرور في خط صنع مأرب قاموا بسجن بعض سواقية السيارات حتى يبحثوا عن من صور هذا المقطع الفيديو هذه الميليشيات لا تهم إلا سمعتها أمام الجماهير لأنها تريد أن تستمر في خداعهم والكذب عليهم وتخاف من أن يتم فضحها وأن يتم كشف زيفها وما حصل في الفترة الأخيرة كشف سواءاتهم وأمام الشعب اليمني وعرف الشعب اليمني أن الغريم الوحيد الميليشيات الحوثي مع أنه من قبل كان الشعب اليمني يعرف لكن لما كان لديه لبس حتى اليوم بعد أن نزل نائب رئيس مجلس القادر الرئاسي بنفسه إلى الخط وتم فتحه ووضع نقطة عسكرية ودعا جميع المواطنين إلى السفر ليس أمام الميليشيات الحوثية لتخرج من هذا المأزج إلا أن توافق على فتح الخط ولكن نائل اليوم لا تلقي اعتبار لهذه الأصوات التي تنادي بفتح الخطوط ولا تلقي احترام الأصوات المواطنين ولا يهمها معاناة المواطن اليمني بل أنها هي من تتلذذ بمعاناة المواطن اليمني وهي من تتسبب في معاناة في جميع الملفات وجميع الاتجاهات طبعا ليست طرق مأرب صنعاهية الوحيدة المقطعة هناك أيضا طريق الضالع هناك طريق الحديدة هناك طرق مهمة أخرى مأرب البيضاء وغيرها لكن هنا أريد أن أصديف معي عبر الهاتف الصحفي والناشط السياسي فوزي الموريسي لا أسأله عن طريق الضالع المقطوعة والتي يضطر بسببها سكان إلى قطع مسافات طويلة تستغرق منهم أوقات طويلة أيضا أهلا وسهلا بك معنا أولا سيد فوزي أخبرنا عن معاناة أبناء محافظة الضالع جراء انقطاع هذا الطريق نعم حياكم الله وكل السادة المتابعين لقناتكم المفضلة فيما يتعلق بمعاناة الناس ليست معاناة أهالي محافظة الضالع فقط بل معاناة المسافرين المتنقلين عبر صنعاء وعدن لأن طريق الضالع التي تقطعها الميليشيا الحوتية منذ أكثر من خمس سنوات لا تؤمن فقط على سكان البديريات التابعة لمحافظة الضالع طريق رئيسية تربط بين صنعاء وعدن وبالتالي معاناة الناس بشكل كبير تضاعفت سواء في الشمال أو الجنوب وتعد شريان رئيسي يربط بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية ومعاناة الناس يعني كبيرة جدا يضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام إذا أرادوا أن يختصروا المسافة لأن الطريق البديل عبر محافظة البيضاء إلى عدن تستغرق وقت طويل أكثر من 20 ساعة تقريبا وبالتالي تضطرون للتنقل من دند إلى مريز في طريق فرعية وعرى يحملون أمتعتهم على ظهورهم وعلى ظهور الحمير هناك مرضى هناك مسافرين هناك أطفال حينما تشاهد هذه المشاهد يعني يندى لها جبين الإنسانية بشكل عام يعني بشكل يومي تمر المسافرين هناك حتى من يعني يعني يحلونهم على الأساس من هذه الطريقة الوعية التي هي طريقة قرية الجبهة والمخطة وحتى وصول إلى مدينة الدم أما لو تحدثنا عن الطريقة البديلة التي يمر المسافر فيها عبر محافظة البيضاء هي طريق أخرى ذات مخاطر كبيرة جدا والمسافة ليست بالسهلة التي يمكن للمواطن أن يمر من خلالها تخيل أن المسافة التي تربط بين مديريتي طعطبة ومريس وجمت مسافة تزيد عن عشر دقائق بالسيارة وقطع الطريق في منطقة الزيلة الواقعة بين جمت ومريس تسببت في تحويل الطريق عبر البيضاء ليمر المسافر أكثر من عشرين ساعة وهذه يحتاجها بالسهلة طيب الطريق الرئيسي ما هو وضعه؟ هل هناك اشتباكات أعمال قتالية؟ أم يشهد حالة من الهدوء يستطيع من خلالها المسافرون استخدامه لو قام الحوثيون بفتحة؟ كانت هذه الطريقة على الرغم من وجود اشتباكات ومعارك بين الطرفين قبل سنوات كانت مفتوحة ولا خلال مرور المسافرين كان يمنع مرور المسافرين في أوقات معينة أو متأخرة من الليل بسبب الاشتباكات ولكن طيلة ساعات النهار كان المسافرين يمرون من خلالها ولا اعتراض على ذلك حتى قام الحوثيون بتفخيخ العبارات التي تربط هذه الطريقة ببعضها بعد هجومهم المعاكز حينما حاولوا العودة إلى محافظة الضالع قبل خمس سنوات وخشية تقدم قوات الجيش الحكومية باتجاه مدينة الدمت قامت بتفخيخ تلك العبارات والبسور وأدى ذلك إلى نفسها بشكل كله وقطعت الطريق منذ تلك اللحظة حتى الآن لكن إذا ما وجدت النية طيب هل هناك جهود محلية يقوم بها الوجهة والشخصيات الاجتماعية من الطرفين لإقناع الحوثيين بإيجاد حل لفتح هذا الطريق نعم كانت هذه المبادرات حتى وقت قريب من الأهالي والمواطنين ولكنها تواجه بعرطلة كبيرة جدا ورفض من قبل الحوثيون المحافظ محافظة الضالع وقاعد قوات الحزام الأمني أحمد قاعد القبة وأيضا قيادات من جبهة موريس من الجيش الوطني كانت قبل أكثر من سنتين عن فتح هذه الطرقات طريق موريس دمت أيضا طريق قاطبة الفاخر التي تربط بين محافظة إب ومحافظة الضالع وأعلنوا من طرف واحد عن فتح هذه الطريق قبل أن يعلن محافظة بأرب وقبل أن يعلن محافظة تعز مؤخرا فتح الطرقات التي تربط محافظاته بحقات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ولكن لم تواجه هذه الدعوات بأي قبول من قبل البليشيا الحوثي ولم تواجه بأي تفاعل من قبلهم نحن حينما قبنا بمبادرات شبابية وشعبية لأن نزول إلى مناطق المواجهات وجدنا أن خلافة محفورة في الخط العام من اتجاه سيطرة ميليشيا الحوثي وهذا يعني أنها لا نية لديهم لفتح الطريق لا من قريب ولا من بعيد حتى أن المرة هنا بدأوا أصابهم اليأس من أنها ممكن أن تفتح هذه الطريق نحن نسمح عن محاولات نعم نعم أشكرك جزيلا شكرا الصحفي ونان شاطة سياسي فوزي المريسي كنت معنا عبر الهاتف أريد أيضا أن أصدف معنا في هذه الحلقة الخبير في شؤوننا السياسية والعسكرية عبر الهاتف مجيب شمسان أهلا وسهلا بك معنا سيد مجيب أريد أن أسألك في بداية سلطة المحلية في تعز اليوم وعبر محافظها ورئيس سلطتها المحلية نبيل شمسان أعلنوا فتح منفذ عقبة مونيف ودعوا الحوثيين بنفس الوقت لفتح الطريق إلى المدينة ونعني بالحديث هنا طريق المدينة هو الحوبان جولة القصر هذه الطريقة التي كانت لا تأخذ سوى دقائق أصبحت تأخذ ساعات طويلة هل برأيك سيستجيب الحوثيون بفتح طريق الحوبان نعم هل سمعت سؤالي سيد مجيب طيب إلى حين إصلاح مشكلة الصوت معك سأعود إلى ضيفي من مارب سيد زيد وأسأله عن هذه المشكلة سيد زيد مشكلة تفخيخ العبارات والألغام وما إلى ذلك الحوثيون قالوا في أكثر من مرة لا يمكننا فتح هذه الطرق بهذه السهولة نريد على الأقل في البداية أن تكون هناك لجان عسكرية مشكلة من قبل الطرفين كم تعمل على وضع حلول وربما ميثاق تعاوني بين الطرفين لتسهيل عملية تنقل وتحرك المواطنين بين الجهتين كيف ترد على مثل هذه الأقاولة؟ هذه الأقاول ليست إلا مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الشعب اليمني وامتصاص الغضب الشارع اليمني في ما يخص ملف فتح الطرق لأنهم لو أرادوا فتح الطرق لا يمكن العمل المشترك أساسا في ملف فتح الطرق بيننا وبينهم على الشرعية أن تعمل على فتح الخطوط من اتجاهها وإزالة جميع العوائق أمام المواطن اليمني للسفر وعلى مليشات الحوثي أن تقوم بنزع مخلفاتها من الألغام هل تنتظر أن ننزع نحن الألغام التي زرعتها مليشات الحوثي وهي التي تعلم أين هذه الألغام؟ هذا مجرد أعذار واهية كما عهدنا من مليشات الحوثي للتهرب من الاستجابة لمطالب الشعب اليمني الخطوط اليوم التي يتكلم الحوثي أنها ملغمة يستخدمها الحوثي لنقل معداتها العسكرية إلى الجبهات لماذا لا تنفجر هذا الألغام بمعدات الحوثي؟ هذه أعذار واهية ومبررات غير كافية لامتناعهم عن فتح الطرق كما ذكرت ليس أمامهم اليوم إلا أن يفتحوا الطريق أو أن يكونوا أمام مواجهة شاملة مع أبناء الشعب اليمني والشعب اليمني اليوم أصبح يعرف جيدا من الذي يعرق الفتح الخطوط الرئيسية حتى هروبهم نحو فتح خطوط فرعية يعلم المواضنة اليمني البسيط حتى أنها محاولات التفاف على مطالبه لأنه يعلم منذ قبل الحرب ومنذ سنوات بالعقود أن هناك خطوط رئيسية يعرفها أبناء الشعب اليمني تربط المحافظات ببعض تربط المدن ببعضها لا يمكن لأحد أن يبدلها ولا أن يغيرها ولا أن يستغري عنها طيب سيد زيد الكثير يقول بأن سبب قطع الحوطين لهذه الطرق هو لإذلال اليمنيين والإمعاني في معاناتهم وما إلى ذلك لكن لا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد أرى أن هناك ربما أسباب أخرى هل تعتقد أن هناك أسباب استراتيجية عسكرية هي التي تقف وراء إسرار الحوطين على عدم فتح هذه الطرق ربما قول الكثير هو الصحيح وربما كذلك إضافة إلى أقوال الكثير هناك أهداف أخرى للميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية إذا ما تكلمنا عنهم وعن سياسة أجدادهم وأسلافهم في الحكم هم تعمدوا دائما إذلال المواطن اليمني وتركيعة لهم من قبل جعل دائما يعيش المعانا ويعيش الفقر ويعيش الجوع ويعيش المرض ويعيش صعوبة الترقلات من أجل أن يبقى مرهون لهذه السلالة التي تعيش على الخرافة تعيش على الوهم وتعيش على تجهيل الشعب ومواجهة الشعب إشغال الشعب بمواجهة حاجاتها اليومية مواجهة متطلباتها البسيطة عن أن يطالب بحرية وكرامة وتخلص من هذا العب الجاثم على سطور اليمنيين في صنعا وفي صعطا وفي بقية المحاوضات التي سيطروا عليها كذلك الميليشيات الحوذية تبرر أنها تخاف من أن يتقدم الجيش الوطني من هذه الطرق ليسيطر على المناطق التي يسيطرون عليها وربما لديها كذلك أهداف اقتصاطية لأن استمرار قطع الخطوط يدر عليهم أموال كثيرة وهم حتى لو فتح الخطوط سيفرضوا الجبايات في هذه الخطوط ويجنوا الأموال من اليمنيين لأننا عهدنا منهم أن يذهبوا حتى إلى بيوت اليمنيين ليأخذوا أموالهم ليس فقط في الخطوط ولا في المناسبات ولا في الأسواق وإنما يذهبوا إلى منازلهم ليأخذوا منهم الخمس ويأخذوا منهم الزكاة ويأخذوا منهم جميع أنواع الإتاوات والتبرعات والمجهود الحربي هذه الإتاوات وهذه الجبايات يأخذونها كذلك في الخطوط وكلما استمرت معاناة المواطن وطالت الخطوط كلما زادت النقاط العسكرية وزاد الدخل المالي هم لا يرون في المواطن اليمني إلا مجرد محفظة يجب أن يخرجوا ما فيها وأن ينهبوا ما فيها ليعيش المشرفين الحوثيين وتعيش السلالة الحوثية في أمن واستقرار طيب قبل يومين حسب ما تذكر كان ضيفي في نفس البرنامج المسائل يمني سيد طالب الحسني وهو صحفي توجهاته قريبة من الحوثيين وقال بأن الحوثيين سيعملون على فتح الطرق لكن بطريقة مختلفة وهي عملية تحرير هذه المحافظات تحدث عن تحرير محافظة مارب وتحرير محافظة تعز ممن يحكمها يقصد بذلك الشرعية وما إلى ذلك هل ترى بأنه يجب أن يحصل العكس أن تقوم الحكومة الشرعية وجيشها بفتح الطرق بالقوة وإستعادة هذه المحافظات من يدي الحوثيين بكل تأكيد المعركة مع مليشات الحوثية نحن نؤمن ونجزم أنها معركة مستمرة سواء لفتح الطريق أو لانتزاع هذا العب الجاثم على سطور أبناء الشعب اليمني وخلعه وقلعه وإعادته إلى وضعه الطبيعي لكم واطن يمني يخضع لسلطات الدولة والنظام والقانون ولا يمكن أن يستمر الشعب اليمني يخضع لخرافة السلالة ويخضع لعبد الملك الحوثي في كهف مران لذلك المعركة من قبل القيادة الشرعية ومن قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني يجب أن تستمر ويجب أن يسعوا لفتح الطرقات وانتزاع أبناء الشعب اليمني من الظلم الذي يعيشون تحت وطأته وهذه المعركة نحن نتوقع أنها قادمة لأن أي سلام مع المليشيات الحوثية لا يمكن أن يتحقق السلام مع المليشيات الحوثية بالنسبة لهم هو استسلام المواطن اليمني واستسلام الشعب اليمني لهم وهذا ما لا يمكن أن نقبل به بعد أن دفعنا عشرات الآلاف من الشهداء لذلك نحن نقول أن معركتنا مع هذه المليشيات قادمة وأن معركة استعادة الجمهورية واستعادة كل شبر في الجمهورية لا نقول إعادة الحوثي إلى صعطة حتى صعطة هي محافظة يمنية يجب أن تعاد إلى سلطات الدولة اليمنية والنظام القانون ويعاد الحوثي وكل من يناصر الحوثي لأن يكونوا مواطنين يخضعون لسلطات الدولة المعركة مع هذه الفكرة معركة مستمرة لأن هذه الفكرة لا يمكن أن تقبل بغيرها ولا يمكن أن تتعايش مع غيرها ولا يمكن أن تصنع سلام مع غيرها ولا يمكن أن تقبل بفتح طروقات ولا دفع معاشات ولا يمكن لها أن تقبل برفع أي معاناة عن أبناء الشعب اليمني لأنها كما ذكرت لك لا تستمر إلا بمعاناة الشعب ولا تستمر إلا بتجهيرهم ولا تستمر إلا بتفقيرهم ولا تستمر إلا باستعراض العضلات عليهم واستعراض القوة وهذا المنطق سينتهي منطق القوة الذي يهددون أبناء الشعب اليمني به سينتهون بنفس المنطق وبنفس القوة بل ستنطلق معركة الشعب اليمني ضد هذه السلالة كل أبناء الشعب اليمني ونستعيد حقنا ونستعيد أراضينا ونستعيد خطوطنا وطرقنا ليسافر المواطن اليمني بأمن وسلام واستقرار لأنه حتى إذا فتحت الخطوط اليوم فإنه استمرار الميليشات الحوثية فالسيطرة على جزء من هذه الخطوط أو السيطرة على بعضها كليا هو استمرار لمعاناة المواطن اليمني وأمتهان لكرامته في جميع نقاط الميليشات الحوثية وجميع المناطق التي سيطروا عليها نعم في هذا الصدد أريد أن أصدف أيضا معي عبر الهتف من المغرب سفير بلادنا في المغرب سيد عز الدين الأصبحي أهلا وسهلا بك معنا سيد عز الدين ربما أريد أن أسألك في نقطة محافظة تعز والطرق المقطعة فيها ومعاناة الناس التي يعيشونها جراء ذلك رأيت أنت تفاعل الحوثيين مع مطالب المواطنين حيث قاموا بفتح طريقين الأول كان طريق الخمسين الستين والثاني كان طريق حيفان طور الباحة كيف تنظر لهذه الخطوة التي تخذ الحوثيون ألو نعم سعد سفير هل تسمعوني آه أوكي لعن الصوت غضح الآن نعم كنت سألتك على المبادرة أو ربما الخطوة التي قام بها الحوثيون في محافظة تعز من خلال فتحهم أو إعادة فتح طريق الخمسين الستين وطريق حيفان طور الباحة كيف تنظر لهذه الخطوة وهل ترى بأنها تلبي طموحات المواطنين في فك الحصارة مدينتهم شكرا لك للسادة المشاهدين شكرا كما للمتدخلين الآخرين أعتقد أن حتى المسألة تطرح أن هناك طرق تم فتحها مغالطة حقيقية لا يمكن أن نقع جميعا بهذا الفخ هناك حصار حقيقي لتعز وهناك حلول واضحة لمسألة فك هذا الحصار هناك طرق رئيسية معروفة تربط تعز ببقية المدن اليمنية وبقية مناطق اليمن وخاصة أن تعز تحت المسألة استراتيجية بأنها المدينة الرابطة وقسر التواصل بين مختلف المدن اليمنية نتكلم عن عدن الحديدة وصنع عبر إب مثلا وبالتالي هذه الطرق الرئيسية المعروفة هي التي يتحدث عنها الناس والتي تشكل حقيقة الانسياب الحقيقي لفك هذا الحصار مع هذا ذلك هو نوع من الالتفاف ونوع من الاعتراف بأن هناك حصارا حقيقيا على المدينة يصل في التعريف القانوني إلى قريمة حرب مسألة أن هناك التفاف على ما هو حقيقة واقعة على الأرض هو اعتراف فقط في هذه القريمة وبالتالي لا يمكن تتحدث عن مسألة أن هناك طريقا فرعيا داخل مديرية واحدة في هذه المديرية حيفان أو أن هناك طريقا فرعيا يريد أن يودي إلى حد المعسكرات الخاصة في تعز أو أن يجعل المواطنين تحت مرمى النيران المختلفة أو أن يبعث بهم أن يذهبوا إلى طرق موت أخرى بينما المسألة في غاية الوضوح والبساطة الحوثي في مأذق حقيقي قانوني وأخلاقي فيما يخص تعز يتفضح تماما المشروع الحوثي وهناك ملفتين أساسيين لا يجب أبدا أثناء النقاش أن نقع في فخ مسألة النقاشات تبعدنا عن الحقيقة الأول هو فتح الطرقات والآخر هو إطلاق سراح الأسراء والمسجونين والمختطفين من سجون الحوثي هذه ملفات إنسانية لا تقبل كثير من القدل ولا تحتاج إلى كثير من المراوغة التي يعملها الحوثي وليس فيها أي نوع من الكلفة ولا تحتاج إلى خطط ولا تحتاج إلى مسألة إعداد ولا إلى مراقبين دوليين تحتاج إلى إرادة حقيقية بمسألة التنفيذ الفوري وهناك فائل واحد وليس هناك أطراف في هذا الموضوع أنا حتى أندهش من مسألة عندما يقال على الأطراف الأخرى أن تفتح الطرقات من طرفها كيف يفتح ناس محاصرون هم طرق أمام الآخرين مثلا نطلب من سكان غزة أن يفتحوا الطرق أمام القوات الإسرائيلية الكيان الصهيوني مسألة غير منطقية وغير أخلاقية أنت أتيت على مسافة 600 إلى 700 كم بقوات مسلحة تحاصر مدينة مكتظة بالسكان ثم تقول للسكان عليكم الرحيل أو عليكم فتح الطرق مسألة في غاية من القنون حقيقة حتى في مجرد التعاطي معها للنقاش يعني غير منطقي على الإطلاق أن تأتي إلى مارب أو تأتي إلى تعجب قوات تحاصر المدينة ثم تقول على سكان المدينة أن يفتحوا الطرقات هذا غير منطقي حتى في مسألة النقاش يجب أن تكون مطالبنا واضحة بأن هناك قريمة حرب أن هناك قريمة معلنة في مسألة حصار على مدنيين قاطنين في مدنهم المكتظة وليس هم من أتاء إلى القوات ليحاصروا قوات مسلحة أو يذهبوا إلى مدن أخرى سعادة سفير كنت أنت أيضا عضوا للجنة العليا للغاثة في عام 2015 وبالتأكيد تعرفا عن الحاجة الإنسانية للمواطنين جراء انقطاع هذه الطرقات لو تعطينا فكرة مبسطة عن استمرار هذا الحصار وتأثيره على الحاجات الإنسانية للمواطنين في تعس يعني مثلا ببساطة جدا ونحس في التعرف القانوني أن مسألة الإضرار بحياة الناس في مسألة إقراء نوع من الحصار على مجامع سكانية تؤدي إلى الإضرار بحياتهم وعدم تستطاعت في التنقلات الشخصية للبشر أو في مسألة تنقل البضايع تعد واحدة من قرائم المخالفة للقانون الدولي الإنساني هذا ما يجب أن يعرفه الجميع ما يجري هذه القريمة منهجة في هذا الموضوع في تعز لا يوجد يعني أي نوع من الطرق التي يمكن أن يسلكها البشر الآن في مسألة التنقل الآمن أو في مسألة التنقل البضايع وبالتالي هذا يعرض الناس لما يسمى حالة الجوع وحالة العقاب الجماعي التي هي مخالفة صريحة للقواعد القانون الدولي الحصار الحوثي عمل على مسألة ضرب المنشآت الرئيسية التي تضر المواطنين أو تحدث عقابا جماعيا واسعا مثلا يتضر القطاع الصحي قطاع الطرقات قطاع المياه الكهرباء وهذه عقوبات جماعية للمواطنين وليست معارك عسكرية تستهدف بها قوات عسكرية النقطة الثانية لديك معسكرات كاملة التي تم السيطرة عليها من قبل الحوثيين والتي وجهت تجاه المدنيين تضرب قلب المدينة ولا تضرب معسكرات يعني يجب أن ندرك تماما في مسألة المعادلة أن ليس هناك حرب بين قوتين هناك اعتداء من قوات مسلحة أو ميليشيات مسلحة تجاه مدنيين يدافعون عن أنفسهم وبالتالي يصبح مسألة الضرر الخاص بهؤلاء المدنيين وأنهم يدافعون عن ما تبقى من الحياة وبأبسط ما يمكن لك من الطرق المقاومة هناك مسألة مهمة تتعلق بلاعب أساسي في هذه القضية وهي الأمم المتحدة ومبوثي الأممي إلى اليمن نتذكر أيضا في مقابلة سابقة مع أحد من ينتمون أو مؤيدين للحوثين قال هل سبق ورأيت إدانة واضحة من المبوثة الأممية لنا كحوثيين بأننا نحن من نقطع الطريق لن تجد هل ترى تفسيرا لهذا الأمر سعادة السفير لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة وتكون واضحة في هذه المسألة أن من يقطع الطريق اليوم هم الحوثيون يعني في مسألة حدوث القريمة لا تحتاج إلى شهود في هذا الموضوع وهذا شيء مخقل تماما حتى مخقل لنا كيمنيين أن نطلب وساطات دولية مختلفة لإطلاق فراح المختطفين والأسرى أو الفتح المدن من أجل الإغاثة ومن أجل تقديم العون لأبنائنا لسكاننا اليمنيين للشعب اليمني بشكل عام أنا أتحدث أن هذا شيء مخقل حتى على مستوى التاريخ وعلى مستوى السقوط الأخلاقي لكن مسألة أنه لا توجد شهادة دولية هذا صحيح أولا بالعكس هناك إدانات دولية واضحة فأنا الممتحدة من مضمات الدولية المختلفة من مضمات المجتمع المدني ولا توجد قريمة واحدة مصنفة تجاه الحوثي بالشكل العلل واضح بأنها من القرائم ضد الإنسانية وقرائم الحرب مثل حصار تعز أو القصة على مارسة دعني وضع هذه نقطة سعدة سفي ربما فعلا في تقارير الأمم المتحدة وأيضا فريق الخبراء دوليين المعنين باليمن وضحوها في أكثر من تقرير لهم لكن نتحدث عن دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمضعوثية إلى اليمن هل ترى بأنه يقوم فعلا بواجبه فيما يتعلق بهذه المسألة؟ لا هناك عاجز حقيقي خاصة في ما يسمى الإطارة الدولي دائما يجب أن نفهم تماما بأن تدخلات الدولية هي تبحث عن ما يسمى نوع من الحلول التي لا يمكن أن تصل إلى مسألة الإنصاف إذا كنا نريد إنصافا حقيقيا من قبل الهيئة الدولية فنحن ننتظر منذ 72 عام من أجل القضية الفلسطينية مثلا ولا يمكن لك أن تجد إنصافا من الهيئة الدولية هذه مسألة حقيقة واضحة على مستوى العالم وبالتالي ما تقوم به الأمم المتحدة حقيقة هو يعكس مدى العجز الدولي لدى هذه المؤسسات الدولية ومدى ما حدث من خلل حقيقي على المستوى الدولي وعلى مستوى تقاطع المصالح الإقليمية والدولية التي يكون ضحيتها أصحاب الحق دائما واليمن نموذج من هذه النماذج وبالتالي حتى تصنيف الحوث كمجماعة إرهابية ثم يتم التعامل معه غض الطرف في مسألة جرائمه المتلاحقة هي تأتي في مسألة وكأن ما يجري هو من عقاب يضر الشعب اليمني وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك إنصافا دوليا ما لم يكن هناك إضرارا بالمصالح الدولية والإقليمية ما دامت المعارك في اليمن في إطار ميدان الضحية هم فقط من اليمنيين وما دام هناك إضرارا فقط يمس الشعب اليمني لوحده ومستقبله ويجعل هذه البلد مجزأة ومتشضية لم تجد هناك حلا دوليا منصفا على الإطلاق لم يتدخل العالم حقيقة إلا عندما تتضرر مصالحه بشكل قاد وقاسي إذن شكرا جزيلا لك سفير بلادنا في المغرب سعادة السفير عزدين الأصباحي كنت معنا بالهاتف شكرا جزيلا لك أعود إليك مرة أخرى سيد زيد طيفي من مأرب كنا نتحدث قبل أن ننتقل إلى ضيوفنا حول مسألة أن شرعية وجيشها يجب أن تحرر كافة المحافظات الإيمانية وأن يعود الحوثيون إلى ظل الدولة لأن يكونوا فوقها لكن هل ترى بأن هذه المرحلة حاليا تتطلب مرحلة تهدية هدنة محاولة أن يكون هناك نوع من التفاهم حتى مع الحوثيين من أجل أن يتم معالجة الجوانب الإنسانية وأن يتم حل حالة هذه الأمور التي يعاني منها المواطنون على مدى حياتهم اليومية كما ذكرت لك الآن مضينا في ما يقارب أكثر من سنتين في هدنة غير معلنة وهناك تفاوضات سواء من قبل وسطاء محليين مع ملشاة الحوثي ومحاولات متكررة ومتعددة لفتح الطرق هذه ليست المبادرة الأولى ربما هي عرفت واشتهرت هذه المبادرة وهذه المطالبات لكن في الحقيقة كانت هناك مساعي كثيرة للعديد من الوسطاء من المشايخ والوجهاء ومن الوسطاء المحليين لفتح الطرق وهؤلاء يعلمون جميعا أن الشرعية أبدل دائما استعدادها لفتح الخطوط المفاوضات في مسألة فتح الخطوط يمكن أن تكون مستمرة ودائمة حتى أثناء المعارك لا يتطلب الأمر لفتح الخطوط الرئيسية للسفر إلى هدنة وإيقاف للمعارك اليوم إذا كان هذا هو العذر للمليشيات الحوثية فإلى اليوم ما يقارب سنتين هدنة غير معلنة لم تستطيع المليشيات الحوثية أن تستجيب ولا المطلب واحد ولا أن تفتح خط واحد لذلك المسألة الاستمرار في الهدنة مع هذه المليشيات ليست إلا استمرار لمعاناة الشعب اليمني لذلك قوات الجيش الوطني تعمل وتعد وتجهز وتدرب طوال الفترات الماضية لمعركة استعادة الدولة كذلك قوات المقاومة الشعبية تعمل على رفض الجيش الوطني ودعم بالقدرات والمقاتلين من جميع ابناء القبائل من أجل استعادة الدولة اليمنية من أجل استعادة كل محافظة الجمهورية اليمنية نحن اليوم لا نطالب بفتح الخطوط اليوم هذه مطالب شعبية ومؤقتة نريد أن تفتح الخطوط لكن حتى لو فتحت الخطوط يجب أن تنتهي معاناة الشعب اليمني بأكملها هناك معاناة كبيرة وكثيرة ليست آخرها انقطاع الطرق أو التقطاعات الحاصلة في الطرق لكنها ربما هي من الملفات المهمة التي يجب أن نعمل على حلها ولا ننتظر حتى تنتهي المعارك اليوم ليس هناك من عذر أمام الميشات الحوذية ولا يمكن لها أن تختلق المزيد من الأعذار إلا أن تكون في مواجهة مع أبناء الشعب اليمني وتكون بكل وضوح وبكل صراحة واضحة مع الشعب اليمني أنها رافضة لإنهاء معاناتهم وأنها هي من تعرقل وهي من تسبب في استمرار معاناة الشعب اليمني والمواطن اليمني لكن في المقابل قد يعمد المواطنون على استخدام الوسائل المتاحة لديهم خيالات المتاحة لديهم إن سمر الحوذيون في رفض فتح الطرق الرئيسية تعتقد بأن المواطنين فعلا سيستخدمون هذه الطرق التي أعلن الحوذيون عن فتحها؟ لا يمكن لأنه كما ذكرت لك ذهاب المواطن إلى الطرق الفرعية التي أعلنتها الميشات الحوذية معناته استمرار المعاناة واستمرار المعاناة المسافر اليمني الذي يسافر عبر هذا الطرق لأن اليوم عندما نتكلم عن طريق رئيسية ستقطع الطريق من مأرب مثلا إلى صنعاء خلال ساعتين فقط بدلا من الذهاب إلى طرق فرعية يتكلم عن الحوذي ربما تستمر إلى ثمان ساعات أو طرق فرعية أخرى وعرة ولا تناسب لتنقل الحافلات الكبيرة وحافلات نقل الركاب الجماعي لا يمكن لهذا الطرق أن تخفف من معاناة المواطن اليمني لذلك لا يمكن الحديث ولا يمكن للمواطن اليمني أن يقبل بأي حديث لا يفتح الطريق الرئيسي أمامه ليتنقل بكل أريحية بين المحافظات كما كان سابقا وخاصة أننا نتكلم عن طرق هي شريان رئيسي في الجمهورية اليمنية الخط الذي يربط بين صنعاء مأرب والجوف وشبوة وحضرموت والمهرة وشبوة وكل المناطق الشرقية والجنوبية الذي يمر من صنعاء نهم مأرب هذا الخط لا يمكن أن تستغني عنه وتذهب لفتح خطوط فرعية كذلك الحديث عن خط الحوبان في تعز خط رئيسي يربط تعز ببقية المحافظات ويربط تعز ببقية المدن وبقية القرى وبقية المناطق لا يمكن الاستغناء عنه والذهاب إلى فتح خطوط فرعية ولا يمكن للمواطن اليمني بعد أن ناضل وبعد أن صمد وبعد أن صبر وبعد أن تحمل أن يقبل بالتخفيف بجزء بسيط من معاناته أو استمرار معاناته لأن بعض الطرق تشابه بعض الطرق القائمة اليوم الطرق التي يسعى الحوذية اليوم الفتحة لا تقل وعورة ولا تقل معاناة عن الطرق القائمة اليوم لذلك لا يمكن أن نذهب إلى أي خيارات لا تخفف المعاناة عن أبناء شعبنا اليمني وأي خيار يخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني سواء بادرت به الميليشيات الحوثية أو بادرنا به نحن نحن مع هذا الخيار لسنا مقامرين ولا مقامرين ولا يمكن أن نتعنت فيما يتعلق مصرحة المواطن اليمني حتى لو بادرت الميليشيات الحوثية بفتح خطوط رئيسية سنستجيب لهذه المبادرات ونسعى لفتحها لأن مصرحة المواطن اليمني بالنسبة لنا في المقاوة الشعبية وفي الجيش الوطني وفي الشرعية هي الأساس الذي ننطلق منه أساسا ونضحي من أجله ولا يمكن أن نقبل بأن يعاني هذا الشعب اليمني ونحن في معركة استعادة حرية وكرامة شكرا جزيلا لك طيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب رئيس مجلس مقاومتنا السيد زيد الشليف مشاهدين الكرام شكرا لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة نلتقيكم في حلقات قادمة إلى ذلك الحين في أمان الله اشتركوا في القناة